استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أسفير الكوري الجنوبي بالقاهرة هونج جين ووك ورحب المستشار عبدالرازق بسفير الكوري الجنوبي في القاهرة مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين ومشيدا في الوقت ذاته بالإنجازات التي شهدتها العلاقات الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة من جانبه أشهد السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة بما تتسم به العلاقات المصرية الكورية الجنوبية مؤكدا حرص كورية الجنوبية على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات كما أشهد السفير الكوري الجنوبي في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة أكد السفير الكوري الجنوبي كذلك على الحرص على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين مشددا على سعيه لتكوين جمعية صداقة برلمانية بين البلدين ووجهت دعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة كوريا الجنوبية في إطار الحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين